العملية العسكرية التي بدأتها تركيا منذ منتصف آذار الماضي بهدف احتلال الأراضي العراقية لا زالت مستمرة حيث شهدت الساعة الأخيرة الماضية قصفا مكثفا للطائرات التركية الحربية على مناطق في سيدغان بإقليم كردستان العراق ما أدى إلى إصابة مدنيين بجروح ونزوح العشرات من العوائل من قرها وقال مدير ناحية سيدغان التابعة لمحافظة أربيل إحسان الجلبي أن الجيش التركي أنشأ ثلاثة مقرات رئيسية ونحو 12 مقرا صغيرا داخل أراضي إقليم كردستان مبينا أن ليلة أمس شهدت مناوشات بين الجيش التركي ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني قرب منطقة تشياديلة وتابع أن القمم الجبلية التي تسيطر عليه القوات التركية الآن تطل على أجزاء واسعة من أراضي الناحية مضيفا أن المواقع الجديدة هي عبارة عن ثمان قمم جبلية تقع في ناحية سيدغان وتطل على سهل براسكر ودور مالك وبهذا فإن الجيش التركي تقدم بعمق أكثر من 20 كيلو متر في أراضي إقليم كردستان وقد أعلنت قيادة حزب العمال الكردستاني عن قتل خمسة من الجنود الأتراك وإصابة أحد عشر آخرا بجروح كما أشرت إلى أن مقاتليه شنوا 30 هجوما على الجيش التركي خلال شهر آذار الماضي وقتل ما لا يقل عن 99 عنصرا من القوات التركية خلال ترك الفترة مراقبون أكدوا أن استمرار القصف التركي على مناطق سيدغان أدى إلى تهجير أهالي أكثر من 115 قرية في حدود منطقة برادست التابعة لناحية سيدغان في أربيل واللجوء إلى مناطق أكثر أمنا